هي زيارته الأولى للمملكة الأردنية الهاشمية منذ اختياره رئيسا للوزراء في تركيا أحمد داود أوغلو والذي أكد على أهمية هذه الزيارة أوغلو التقى بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ونظيره رئيس الوزراء الأردني عبدالله لنسور فإلى جانب طرح القضايا الثنائية بين البلدين وخاصة الاقتصادية منها القضايا الإقليمية تصدرت المباحثات منها محاربة الإرهاب فوفق مراقبين الدور التركي انتقل من مراقبا للأحداث إلى دور فاعل وعليه تنسيق مع الدول الإقليمية ضمن جهود المجتمع الدولي والتحالف الإسلامي الذي يشارك به البلدين لدى الأردن تصور معين كون البلدين انخريطان في التحالف الإسلامي الذي تقود المملكة العربية السعودية وبالتالي هذا يفرض على البلدين مزيد من التنسيق وأن الأردن أيضا مهدد بعمليات الإرهاب كون سوريا على حدود الشمالية وتركيا مهددة كون سوريا على حدودها الجنوبية بالإضافة إلى الممارسات الضغطة المتبادلة بين الأوروبيين والأتراك في هذا المجال وفي مستهى اللقائه مع رئيس الوزراء الأردني عبدالله لنسور قال أوغلو أن الإرهاب في سوريا سببه النظام السوري وتنظيم داعش وبكيكي وآي بي جي وأن هؤلاء يهددون استقرار المنطقة برمتها أما لنسور فقال أن الأردن والتركية هم البلدان الوحيدان الذين يشتركان حدودهما مع السوريا والعراق مما يفرض عليهم تحديات كبيرة قيادة تركيا أعلنت مرارا أنها مع الحل السياسي خاصة بعض التطورات والمتغيرات على الأرض السورية لكن بحل سياسي ينتج حرية للشعب السوري بالتأكيد الأردن وتركيا متفقين على موضوع محاربة الإرهاب بشكل جدي وواضح بالتأكيد الأردن وتركيا بصفتهم من أكثر دولتين مستضيفات للاجئين سوريين سيكون بحث معمق في هذا الاتجاه وكيفية التعامل مع هذا الملف وتأتي زيارة أوغلو للأردن بعد أن كانت مقررة الثلاثاء الماضي إلا أنها تأجلت بسبب التفجير الأخير في إسطنبول وقبيل ساعات من وصوله لعمان قالت الحكومة الأردنية بأن ما تنقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول العلاقات الأردنية التركية يفتقر للمهنية في إشارة منها إلى ما نقلته بعض الصحف الغربية بأن العاهل الأردني تهم تركيا بإرسال إرهابيين إلى أوروبا نافية ذلك ومؤكدة على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين وفي هذا الإطار تم توقيع عشر اتفاقيات اقتصادية وتجارية في منتدى العمال التركي الأردني بالإضافة إلى ترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين فأن هذه الزيارة تحمل بعضا إقليميا في خضم التطورات الأخيرة في الملف السوري سياسيا وأيضا بمكافحة الإرهاب والتحالف العربي الإسلامي هاني موعد أوريانت نيوز عمان